يا جباة أنا في عندي نقطة مهمة حابب أحكي عنها بالنسبة للمستشفيات وبالنسبة للناس اللي بتراجع المستشفيات كونه أنا بشتغل فيه عيادة حروق وكونه أنا ما يقارب نص مرضاي أطفال كثير بلاحظ هاي الشغلة خصوصا في غرفة الانتظار تبعة المرضى بكون فيه مريض صغير عمره سنة أو سنتين مثلا لنفرض إنه الحرق بوجهه مثلا جنبي مريض ثاني كبير أو مريضة فبعض الناس ما بتحملوا هاي المناظر أنا بقدر هاي المقطة بس تخيل نفسك شفت ولد عمره سنة أو سنتين محروق وفجأت يه يا حرام يا حبيبي يا حرام سلامت إن شاء الله هل تعلم إنه الطفل لما أنت تقول له هذا الحكي أو تنظر له هاي نظرة الشفقة رح يصير فكره يودي ويجيب وحيشوف الموضوع بشكل لا يمكن إنك تتخيله الأطفال خصوصا العمر من اثنين لأربع سنوات عندهم إشي بيسموه الماجيكال ثينكينج يعني التفكير تبعهم خيالي وعسطوري بطريقة لا يمكن تتخيلها أنت لما تقول له ليش هذا الحرق بوجهك هو رح يتخيل إنه في خزق في خده رح تطلع منه روحه بقول لك تفكيره لا يمكن تتخيله رح يفكر إنه هذا الحرق أو أثر الحرق اللي في وجهه ما رح يروح طول العمر فأنتم ما بتعرفوا كيف الأطفال بفكره رجاء 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 رابع مرة لو شفت ولد عنده مشكلة أو محروق في وجهه أو معاقب قدرش يتحرك أو عنده توحد أو عنده أي مشكلة من أي نوع حاول بأي شكل إنك ما تظهر الشفقتك عليه لأنه حتى لو الولد كان نايم أو يتطلع لجهة ثانية أبو أمه شايفينك وعارفين إنه الولد مسبب لهم إحراج وهم من سنين ولسه ضايل لهم عشرات سنين لقدام عيشوا بهذا الإحراج فلا تكون جزء من الضغط عليهم إنه الله يعينكم على هت خلفة شو بتكو فيه ما تقتلوا حسن لكم